الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وعلاه أما بعد يقول الله تبارك وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين هذه الآية من سورة غافر فيها فضل عظيم ونعمة عظيمة من الله تبارك وتعالى وفيها دعوة إلى المسلمين أن يلتجوا إلى الله تبارك وتعالى ويدعو الله تبارك وتعالى والدعاو هو العبادة كما صح بذلك الحديث عند أحمد عليه رحمة الله من رواية النعمان بن بشير أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الدعاو هو العبادة وقرأ هذه الآية من سورة غافر وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين فربنا تبارك وتعالى سمى الدعاء عبادة وهذا كما جاء في سورة مريم على لسان إبراهيم عليه السلام لما قال وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي بعسى ألا أكون بدعاء ربي شقية ربنا قال في الآية البعدية فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله فربنا تبارك وتعالى سمى الدعاء عبادة لذلك نحن نقول من دعى الله فقد عبد الله بنص القرآن ونص السنة ومن دعى غير الله فقد عبد غير الله والنداء كذلك هو دعاء يعني كون أنت تنادي الله زي ما كان بنادو الأنبياء وزكريا إذ نادى ربه لأن النداء عبادة والنداء دعاء كما قال الله عز وجل في سورة الكف ويوم يقول نادو شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم فربنا سمى النداء دعاء لا بد تفهم هذه المعلومات حتى تناقش بها أهل البدع أنه يلبس في هذه المسائل بيطلع لك إنه كون تنادي الشيخ بيقول لك دي ما اسم عبادة لا اسم عبادة كون تقول يا ودبدر من الفقر هذه عبادة لودبدر لأن النداء عبادة زي ما أثبتنا بالآيات من سورة مريم ومن سورة الأنبياء ومن سورة الكف وهنا من سورة غافر ومن مسند الإمام أحمد بن حمل أكثر من كده تاني في شنو فربنا قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ربنا وعدنا بالإجابة وأمرنا بالدعاء ادعوني مامورين إننا ندعو الله عز وجل والدعاء من أعظم العبادات والدعاء كل ما كان في الخفاء كان أفضل وهذا يعني من أفضل الأعمال كما قال الله عز وجل في سورة الأعراف ادعوا ربكم تدرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين خفيا يكون في الخفاء بدس بينك وبين الله عز وجل كما قال الله عز وجل عن زكريا عليه السلام ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداءا خفيا ما في ذول معه ولا في ذول سامعه شو الأنبياء كيف كانوا إذ نادى ربه نداءا خفيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقراء فهب لي من لذنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوبة واجعله ربي رضيا زكريا عليه السلام نادى الله عز وجل في الخفاء لأنه دفي تحقيق إخلاص العبد كل ما كان دعاك في الخفاء بينك وبين الله عز وجل دفي دليل على إخلاصك لأنه فيه بعد عن الرياء والسمعة والأنبياء دي سنة وزكريا عليه السلام من الذين أمرنا أن نغتدي به بل أمر رسولنا صلى الله عليه وسلم بالاقتداء به كما قال الله عز وجل في سورة الأنعم لما ذكر زكريا مع الأنبياء قال أولئك الذين هذا الله فبهداهم اغتدي ما مرين نغتدي بهؤلاء الأنبياء الأفاضل عليهم صلوات الله وتسليماته والدعاء عند مواطن تتحرى مواطن إجابة الدعاء منها الساعة التي في هذا اليوم هذا اليوم المبارك أفضل يوم عند الله عز وجل خير يوم طلعت عليه الشمس كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أخرج من الجنة وفيه تيب عليه وفيه تقوم الساعة هذا اليوم النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه ساعة والساعة هنا ماهت ستين دقيقة بتاعتنا لا 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 الساعة هي الفترة الفترة الزمنية هذا اليوم فيه ساعة قال لا يوافقها عبد مثم يسأل الله عز وجل من خيري الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله وهذه الساعة اختلف فيها العلماء اختلافا كثيرا ذكر منها العلامة الألباني أقوال كثيرة جدا في صحيح الترغيب والترهيب لكن الأصح وأقرب هذه الأقوال إلى الصواب هي ما بين صلاة العصر إلى قبل مغيب الشمس هذه الساعة ساعة إجابة تدعو الله تبارك وتعالى فيها فالإنسان يتحرى مواطن الإجابة كذلك دبر الصلوات المكتوبة دموطن من مواطن إجابة الدعاء دبر الصلوات المكتوبة وكل ما كان قبل السلام بعد التشهد فهذا أفضل لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر التشهد في حديث ابن مسعود قال بعد ذلك قال فأكثروا من الدعاء فإنه قمن أن يستجاب لكم يعني أحرى أن يستجاب لكم بعد ما تتشهد والصلاة الإبراهيمية بعد ذلك تكثر من الدعاء في هذا الموطن فهذا حري أن يستجاب لك دبر الصلوات المكتوبة وده ماذا يلبسه الصوفية وغير في المساجد تلقى بعد الصنة واحد يدعو والجماعة يأمنوا آمين تلقاه بيدعو والغريبة تلقى صوفي يا خيب تدعاك ده لو سنة عديل لو سنة خليك من بدا لو سنة أنا ما بقول آمين ورواع الصوفي صوفي ما عنده عقيدة عقيدته في الشيخ العقيدة بتاعته في الشيخ يدعو تقول وراءه آمين ها انت مسكين الدعاء ده دعاءه ما مستجاب صلا لأنه ما خشى الإسلام أساسا ما لم يترك هذه العقائد الفاسدة هذه العقائد الفاسدة التي يعتقدها عرفته لكن الدعاء بيعملوا الجماعة في المساجد واحد الإمام يدعو والناس يأمنوا وراءه ولا يحددوا شخصية معينة كله بعد الصلاة يقوم يدعو والناس يقولوا آمين آمين هذه من البدع المنكر وربنا ما بيقبل الدعاء دا وما يجيك صوفي يقول لك هو على كيفك ما يقبله وشغل التقال شغل على كيفك وما على كيفك الموضوع في الدليل انت دليلك شنو انك تدعو الغريبة بيجيبوا الآية دي الصوفي دمعا شان يغش الناس لابد يلبس الحق بل باطل لو جابوا ليك باطل كبير كده ها انت ما ما بتقبل لكن لما يلبس الحق الباطل بعد ذا بيغش خلق كثير جدا من خلق الله عز وجل ف يقوم يجيب الآية الصوفي يرفع يده يسمع الجامع كله وقال ربكم ادعو او سيب لكم طبعا دار يغشك لما جاب الآية دي انت ما ما بتقول آمين انا بخاطب في الناس العوامل ما ما عندهم فهم في الموضوع تفهم ما يغشك انت الآية دي يا صوفي الرسول صلى الله عليه وسلم باقي ليك يعني ما فيهم يعني انت دار تفهم احسن منه قرأوا فيهم النبي عليه الصلاة والسلام طيب هل تبقى به نفس الطريقة دي لو قلت ايوى دليلك وين هاتوا بورهانكم ان كنتم صادقين الدليل وينه وين النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد الصلوات الصلوات المكتوبة يرفع يدينه والناس يؤمنه وينه دليل وين ما في دليل ما تجد بدعة في المساجد الآن وإلا تلقى الرأس بدعة البدعة دي واحد الصوفي والله اي مسجد من المساجد تخش تلقى رؤوس البدعة شفتها الصوفي اي بدعة تلقاها في الجامع الجامع مما تلقى الامام بيسلم اتجاه واحد سلام عليكم انت هزول جنب تقديمك سورة ما سلم بيجاي والغريبة انه الجامع كله بخالفه انا ما لاقاني امام بيسلم اتجاه واحد والناس بيسلمه معه اتجاه واحد والله انا مرة في جامع الامام قال السلام عليكم انت عرف الجامع كله صاني منتظرين انه يقول السلام عليكم التانية وعما خلص الصلاة لما انتفت على الجماعة الناس بقى وطيرين عيونهم بعينوا له. بعد دا كلهم قالوا السلام عليكم السلام عليكم. بعد دا النقة بدت مولانا داد نسه. مولانا سفي السيود سهو. عندك سلام نسيته. يا اخي. انت ما لك مدخل نفسك في تلتة لزيدي. لكن طبعا دار يعمل لك الود يعني فقيه وكده ومالكي. وما عندك علاقة مع المالكية. والمالكية ما ما بيسلم واصل اتجاه واحد. لكن دار يعمل فيها فقيه. وتلقي حالك دقنه. السنة ما مطبقة. يعمل لك فيها فقيه وسلام اتجاه واحد. ويجي يقفها. اللهم احسن وقوفنا بين هيتك. في الميكرافون. الله شفتها اقول لك شنو? انت هذول بتجيبها الحاجات دي من وين? كل شغل بتاع صوفية. والجماعة بتعين السبح. مما. والله تقول شفتها. زي الحدادة الجاي دايشتغل. مش بيرمي العيد اول حاجة. تخوش يا جامع بالله صوت السبعة دي تدوك في راتك. راتات. وربعة. انا ما اعرف الموضوع ده. يعني السبعة دي لو ما ارموها. فيش نو يعني. ورميتها دي ذات انا لا لازم تبحثوا معها بالموضوع ده. رمية السبعة دي انا باقي لي فيها حاجة والله. النازل ما بيرمو شي دا ساي. والله العظيم بيرمو رط ارمي السبعة. اللهم احسنوا يغوفنا بين يديك. الله انت واقف ساي. متعب رقبتك بالباضل. يا غلق الله زي حيا خلي شافع وخش محلك. والله خير شفع وخشو. والنازل. الان هو النبي وتلكه في الصفة الاول. النبي صلى الله سلم قال ليلني منكم وللأحلام. والنهى. دي ما عندهم اي نهى هذول. اولئك كالانعم. بل هم اضلوا سبيلة. ده كل شغل بتاع التصوف ما عنده علاقة مع مع دين النبي عليه الصلاة والسلام. فهمت? كذلك اه ثلث الليل الاخير. كما ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث متفق عليه. قال ينزل ربنا حينما يبقى الثلث الاخير من الليل. فيقول هل من سائل? فاعطيه. هل من مستغفر? فاغفر له. فربنا سبحانه وتعالى ينزل نزولا يليق به. تبارك وتعالى. ليس كمثل شيء. وهو السميع البصير. في الثلث الاخير من الليل ده موطن من مواطن اجابة الدعاء. تسأل الله عز وجل. نحن والله مقصرين في الموضوع ده. يا اخي الصحابة كانوا يسألوا الله عز وجل حتى في شراك نعالهم. في شراك النعل. يسألوا الله عز وجل. ابتهي شغيرو. اسأل الله عز وجل. وما تتعدى في الدعاء. في برضو المسائل المهمة. التعدي في الدعاء. يا اخي الشي ده ما قاله. التعدي في الدعاء. مثلا الانسان يطلب المستحيل. واحدة. اللهم اجعلني نبيا مرسلا. بي وين هذول? والله قال له. ما كان محمد أبا أحد من رجالك. ولكن خاتم النبيين. وين تاني دار تبقى نبي. اللهم اجعلني نبيا. ده تعدي. حرام ما بجوز. من التعدي في الدعاء. ما تطلب حاجات مستحيلة. يا الله ده يرليه بيت في الشمس. انتك هده لقاها في المنشية والحاجة. مارقة الشمس ما لك. ده كل من التعدي في الدعاء. وما تحجر دايما ما تحجر. في ناس التعارف. يا الله ده يرليه مليون سبعمية وخمسين الف. ياخي انت اقول يا الله الديني قروش كتيرة. ما قاله يعني. خزائم مليانة ما عندها حدود. تمش تطلب مليون سبعمية وخمسين. هسك اندخلوك بنكي ساي. قال لك اطلب. تقول له ما دوني كده. اطلب الدائر ويته. فما بالك بخزائن الله عز وجل. فما تحجر على نفسك. وما تحتدي في الدعاء. كما يروى ان سعت رضي الله عنه ابن ابي وخاص. وجد ابن له يقول اللهم اني اسألك القصر الابيط عن يمين الجنة. وعوذ بك من النار وسلاسلها واغلالها. فقال يا بني. اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول انه سيكون في امتي. من ي. اه. انه سيكون في امتي اقواما يعتدون في الدعاء. فاذا سألت الله الجنة فسأله الجنة. فان اعطاك اعطاكها بما فيها. اتحدد. تجنك خشيته. حد خلاس فيها ما تشتهيه. الانفس وتلذ. الاعين. فما تقول له من الاعتداء في الدعاء. من الاعتداء في الدعاء. واللسان يتحرى دايما المواطنة التي فيها اجابة الدعاء. واهم مسألة اختم بها. من الدعاء المحرم دعاء غير الله. دعاء غير الله. ودي ما بتشوف. الاخوان المسلمين بيتكلموا في الدعاء. انصار السنة بيتكلموا في الدعاء. البلاغاتية بيتكلموا في الدعاء. بيجيبوا لك كل النصوص دي. لكن هنا لما نيجوا في المحل ده بيعملوا سطوب طوالي. ما بيبشو تاني لك الدام. اطلاقا دي ما بيخشوا لك فيها. دعاء غير الله. وإلا لو خيشة بيجيب لك بفوق فوق. تعرف بفوق كيف? بفوق كده. ما بيخش جوا. اعرفتها? والناس فاهمناك يا عبدقين انت خواف ساي. والله المجتمع كله فاهمك. والله شفع صغاري واللقاء مولانا ده خواف ساي. ما قادر يتكلم في الصوفية. شفع. صغار انت فاهمنك انت مسكين ساي. خواف جبان. ما دار تتكلم مالك المانعك شنو. المانعك شنو. عرفتها? فدعاء غير الله زي ما قال البرعي. ده مثال على دعاء غير الله. البرعي في كتاب رياضة الجنة. ونور الدجونة براو قال. وهو براو كتب. عرفتها? كتب ما قلنا له واكتب. كتب براو. قال لا. انا بخطب في البلاد نزيلوا قل يا ولي الله. اسماعيل. وقال في كربك اندهو. اندهو دي اي سوداني بعرفة? ندهت فلان يعني شنو? ناديتو. اندهني يعني ناديني. في كربك اندهو. والكرب ده معروف. المصيبة والشدايت. بيضغيثك جندهو. كطاب. وهذا شرك بالله عز وجل. لانه الدعاء لا يكون الا لله. وقال ربكم ادعوني. استجيب لكم. الله تبارك وتعالي. الدعاء لله عز وجل. وعده. لا شريك له. اما تقع التنادي الفكية. ما عندهم اي حاجة. الله قال ان تدعوهم لا يسمعوا دعاكم. ولو سمعوا ما استجابوا لكم. ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. الغريبة بغالطه. السوفية بغالطه القرآن. مرة في واحدة من الحلقات. جبنا الايدي. قلنا اا ان تدعوهم لا يسمعوا دعاكم. واحد سوفي بر الحلقة قال والله يسمعوا. ده بغالط منا اخوانا. بغالط الله تبارك وتعالى. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. تبغالط القرآن. الله قال ما بيسمعوا. انت تقول بيسمعوا. ربنا تاني رد عليك. يا صوفي. قال لك ولو سمعوا. وما بيسمعوا. لانه لو دي حرفي امتناع لي امتناع. ولو سمعوا ما استجابوا لكم. يعني يقول مشيت كبة الكباشي. قلت لها ابو يا شيخ الكباشي. قال لك اها نعم داير شنو. قول حصل. دا ما بيحصل. لكن قول حصل. قال لك اها داير شنو. والله داير لي جنة. وداير لي اريض. وداير لي كارو. وداير لي امجات. وداير لي حافلة. والله كيس بتعتسالي ما يديك. خليك من الحافلة. الله قال كذا. ولو سمعوا ما استجابوا لكم. ويوم القيامة يكفرون بشرككم. ولا ينبئك مثل خبير. انا اكتفي بهذا القدر وان كان الكلام يطول. واقدم الشيخ شهاب.